رغم الاستقرار الملحوظ الذي تشهده مدينة عدن مبعد حرب الانقلاب عليها إلا أن جملة أزمات حالت بينها وبين اكتمال فرحة أهلها بالعيد أزمات جعلت ما كان صعبا الحصول عليه من مباهج أو لوازم العيد خلال أعوام مضت يصبح اليوم شبه مستحيل لدى كثير من العدنيين مرتبات القطاع العام وإن كان بعضها لا يسعف حتى رب عائلة بكيمة أضحية عزت هي الأخرى للشهر الثاني على التوالي بسبب استيلاء الانقلابيين على البنك المركزي وتبديدهم ما فيه وقع لا يبدو أنه حتى الآن على الأقل قد تمكن من النيل من عزيمة أهل عدن وإصرارهم على إقامة وتعظيم شعائر الله نسبة للاستقبال العيد الماضرين عاما تم استقبال العيد في خلاء فاحش ولا تجد معاشات والكهرباء ستطفى وتنصي فالرغم الجهة الكبيرة التي يبدلوها بيات المحافظة ولكنها ليس بالصور مطلوبة ونتمنى أيضا أن نتحسن الظروف المعيشية بالدرقية رئيسية أبناء المدينة وفي تحدي واضح للجماعات الإرهابية التي لطالما استهدفت تجمعاتهم أصروا على أداء صلاة العيد في الميادين والساحات العامة بحضور مسؤولنا محلينا وحكومينا ووسط انتشار أمني كثيف وإجراءات استثنائية بحسب خطة عدة من قبل إدارة الأمن لتأمين المدينة خلال أيام العيد مع توقعات تشير لأن المدينة ستستقبل ما يقارب الربع مليون زائر من محافظة مجاورة عدن حالها أفضل ما كان أول بالنسبة بعد في العيد الماضي تم محاربة القضاء على الإرهاب بشكل كبير جدا رقمنا خفت شوية إلا ما ينقصها الآن الاهتمام بالكهرباء والمياه وإعطاء للناس حقوقهم في مرتباتهم وستاب الأمن ويجب على قيادة الأمن والمحافظة الحفاظ الدائم وأبلاغ الحزيمة الأمنية بالقيام بواقبهم بأكمل وجه اللواء عدروس الزبيدي محافظ عدن هناء الرئيس عبد الرب منصور هادي بالعيد وأطلعه على مستقدات المحافظة قبل أن يتوجه بمعيات مسؤولين آخرين لزيارة جرح الجيش والمقاومة في مستشفيات المدينة زيارة توعد خلالها الزبيدي من جديد بملاحقة من سمها بعصابات الإرهاب والانقلاب واستئصال شأفتهم حتى يأمن المواطن شرهم صلاح باللغبر الإخبارية عدن